وإلى مدينة الشحر الأرض والتاريخ والإنسان انطلقت الثلاثام باهجة الفرح بمدينة الشحر بمناسبة احتفالات المدينة التاريخية بالذكرى الخمسمية المقاومة الشعبية ضد الغزوة البرتغالي على المدينة بمظاهر البهجة في مواقع مختلفة للمدينة التاريخية مزيدا للتقرير التالي في لفتة لعادة وهج المناسبة التاريخية دشنا محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بمدينة الشحر فعليات الذكرى الخمسمائة للمقاومة الشعبية ضد الغزوة البرتغالي تخليدا لذكرى المقاومة وشهدائها ضمن فعاليات المناسبة حرص محافظ حضر موت أن يفتتح الفعاليات بلفتة للبراعم والزهرات لاستذكار ملحمة أجدادهم وتعريفهم بالقيم الوطنية حيث شهد برفقة الطابور الصباح لرودتين الرابع عشر من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر تقديم جانبا من إبداعات ورقصات الأطفال الفعاليات انطلقت بندوة علمية بعنوان المقاومة الشعبية في مدينة الشحر تجاه الاعتداءات البرتغالية في القرن السادس عشر الميلادي بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للفعالية وباحثين وأدباء ودكاترة مختصين ومهتمين بدأت هذه الفعاليات بندوة تاريخية علمية قام بها مجموعة من الدكاترة والمختصين في هذا المجال أيضا عندنا تم افتتاح المعارض معارض الموروث والعادات والتقاليد والإبداعات والتدبير المنزلي اليوم عندنا هناك ألعاب شعبية إن شاء الله في العصر وعندنا أيضا وصلات غنائية وإنشادية في المساء ويوم غدا إن شاء الله تستمر هذه المعارض وفي المساء يكون هناك حفل خطابي ومهرجان خطابي تشهدوا مدينة الشهر تشترك فيها العديد من المناطق بما فيها مدينة شبام والمكلة والحامي وغير البوزير المحافظ بن ماضي تشهن المعارض التراثية والفنية ومعرض المشغولات اليدوية ومعرض المقتنيات التاريخية والعادات والتقاليد ومعرضا للكتب ومجسمات للمدينة التاريخية وإبداعات للرسامين التشكيليين والمصورين أظهرت معالم المدينة وعلامها وملحمتها ونحن عندما نتذكر التاريخ أو نقيم الاحتفالات لمثل هذه المناسبة إنما لنعيد تراث أجدادنا ونحافظ عليه أولا لأن هذه المناسبة ظلت تتكرر عاما تلو عام حتى العام 1977 عندما اعتملتها الحكومة في عدن مناسبة وطنية كان يحرص على حضورها قادة الدولة ويشعلوا هنا المشاعر تعبيرا منهم إن هذه مناسبة وطنية وإنه أحد الأيام الوطنية في البلاد كما افتتح المحافظة بمركز سعد مول للتسوق بمدينة الشحر المعرض الرمضاني الأول بمشاركة أكثر من 25 شركة ومؤسسة رائدة في المواد الغذائية والمستلزمات الرمضانية السلطة المحلية بالمحافظة تهدف من إقامة مهرجان الاحتفال إلى استذكار نضال أبناء الشحر في الدفاع عن الأرض في إحدى ملاحم البطولة بمحافظة حضر موت وتعريف الأجيال بقيمته والاهتمام بتاريخ وعراقة المدينة التاريخية واستعادة مباهج الواجي والفرح فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر